ولسا مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة في بعض من الرجال والسيدات ما بيهتموش بالفيتامينات وبيبقوا فاكرينها شيء طرفيهي لغاية ما تصادفهم مشكلة في التحليل ويتفاجوا إن عندهم نقص الفيتامينات مهمة جدا للجسم في منهم كمان بيكتفي بالأكل الصحي وبيقول هو كده كده الفيتامينات في الأكل وفي بعض من السيدات والرجال بيزودوا جرعة الفيتامينات طيب هل كل ده صح ولا لأ؟ وهل كمية ونوعية الفيتامينات اللي بيحتاجها الست بتختلف عن الرجل؟ ده هنعرفه النهاردة مع دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناترال أهلا بيك يا دندونة أهلا بيك يا عظيمة بنورك يا روح قلبي تسلمين موضوعاتك سابقك يا دندونة حاببتي حاببتي والله بشكرك طبعا أولا لاهتمامك لأنني بأكلمك 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 في أسئلة تقوليني هاتي كل اللي موجود عندك عشان نرد عليه على طول هذا شيء يعني طبعا بشكرك عليه وبشكر من خلال أصدقاء صفحتي طبعا النهاردة موضوع مهم فكرة أننا نقول فعلا في نوعات من الناس كلنا من اختلف عن بعض أكيد في التفكير في مننا بيقول الفيتامينز مهمة في حياتنا في مننا بيقول لا هي مكمل ما هيش أساسية شيء طر فيه ممكن وفي ناس ممكن تتصادف أن ده وتعرفه الأول مرة لما تعمل فعلا تحليل فتتفاجئ أن عندها نقص في الفيتامينيات تبقى مش عارفة السبب وإزاي وإيه أعراضه اللي ظهرت عليها أو هي ما تبقاش ممكن ولما بإيه نوعية العرض اللي ممكن يصادف فعايزينك بقى تبدأي كده معنا بداية نبدأ نعرف كل حد من الشخصيات دي بإيه اللي ممكن نبدأ نفكر فيه أصلا ونحسه تبتدي بقى أي شخصية عزيزة اللي انت عايزة اللي انت عايزة اللي انت عايزة اللي انت عايزة دي مشكلة كبيرة جدا دي مشكلة اللي مش عارفين أهمية الفيتامينات والمعادن وسايبينها كده مشكلة على فكرة ناس كتير كده يمكن من زمان أنا كنت واحدة كده إن أنا ما كنتش مركزة قوي في قصة الفيتامينات والمعادن عرفت ماذا أهميتها لما عملت تحليل فيتامين دال ولقيته الأص جدا لأنا لقيت شعري بدأ مثلا يقع عندي اكتئاب عندي بتاع لا والهد اللي بتحصل بالنقص الفيتاميس دي صعبة جدا الخمول والحساس دي صعب فلازم لازم بلاش إن احنا نستنى لغاية ما نشوف أعراض قوية قوي ومش بس الفيتامينات المعادن أنا عندي أعراض ناس بتطنشها زي البولل كتير جدا مثلا والناس بعملت طنش زي إذا غلالت العين والناس بتطنش بتاكل في سكر دي كارسة أي عرض بيحصل لنا أنت لما تبتدي أول ما تحسي بحاجة تلجأي على طول للتحاليل للدكتور بالنسبة للفيتامينات والمعادن أنا مش محتاجة دكتور ألجأ له في الفيتامينات وعملت دي مكملات غذائية مش دواء هيعالج مرض الفيتامينات والمعادن دي بنزين الجسم يعني دي للصحة العامة للأهمية الفيتامينات والمعادن للناس اللي بتتكلمي عليها يا عظيمة لازم أقولهم ستات ورجالة من أهم الفيتامينات اللي يمشوا عليها دي اليوز هو ELP Multivit ELP Multivit ELP Multivit مهم جدا أن أنا مش عليه لأن صعب قوي أعمل مونتر لكمية الفيتامينات والمعادن حتى لو أنا باكل أكل صحي أنا النهاردة باكل خدار باكل صلطة باكل بتاع بكرة مثلا هاكل نشويات رز مقارونة والحوم ومكسل عامل صلطة بس أنا محتاجة فيتامين سي محتاجة فيتامين إي محتاجة يعني الحياة بقى الكوبالامين والريبوفلافين والفوليك أسد فيتامين به العائلة كلها أنا محتاجها يوميا الجسم بيحتاج الفيتامينات دي يوميا على فكرة مش محتاجها مرة كل يومين تلاتة يوميا ومن الفيتامينات المهمة الإنبوت بتاعها يوميا المكونات دلوقتي على الشاشة مميزات أنه في 13 عنصر من الفيتامينات والمعاد زينك لو هتكلم عن الزينك مثلا للسيدات مهم للشعر مهم للبشر مهم للضوافر مهم لحمض المعدة للستات والرجال مهم لكل عاملات الحيوية في الجسم مهم للمناعة لو هتكلم عن الرجال مهم جدا للمناعة ومهم لكرات الدم الحمراء ومهم للشعر كمان شعره ومهم جدا لتحسين الخصوب عند الرجال لو هتكلم على فيتامين سي مهم للاتنين في المناعة والتعزيز نسبة امتصاص الحديد والتعزيز الكولوجين والحرق الدهون ودي حاجة جديدة اتعرفت على فيتامين سي أنه بيساعد على حرق الدهون طبعا عندي مجموعة فيتامين بيه الكاملة اللي أنا شايفها على الشاشة فيتامين بيه مهم لصحة أعصابنا حتى أعصاب العين تخيلي طبعا ساعات فعلا العين تروح عامل حركة كده فعلا بتبقى لا إرادية مش بتكلم بقى لو أنا عندي زغلالة في العين لا نقص نقص الفيتامين بي ممكن عندي زغلالة في العين نسبة السكر عالية فلازم لا مش زغلال نقص الرعشة اللي بتحصل ساعات الرعشة الكسرة اللي بتحصل ساعات غصبا عن الواحد نقص فيتامين بي أيوة الرفرفة دي تنميل الأطراف الإيد والركل الأعصاب الترافية نقص فيتامين بي على طول فلازم أي ستة الراجل بتفرجوا علينا يعرفوا مدى أهمية الفيتامينات والمعادن لدعم الصحة العامة وليس العلاج لأي مرض برجع أقول تاني أنه فيه فرق كبير بين الدواء وبين الفيتامينات والمعادن ياريت نصور شكل علبة قلب مالتي فيت الرائع اللي ملم بمعظم مش أقول كل هقول معظم الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها الجسم يوميا وبرجع أقول أنه مرخص بنهاية سلامة الغذائي الصورة اللي أنا شايفاها أنه من موائزاته طبعا أنه يجمع بين الزنك والنحاس النحاس يعني مضاد للشيخوخة من الدرجة الأولى برجع أقول أنه مرخص من نهائة سلامة الغذاء برجع أقول أن الجرعة المناسبة لنا قرص واحد فقط في اليوم ما بنقطرش أرجع أقول منافس بيعنا معروفة جدا سواء السيدليات دي رقم واحد إحنا موجودين في سلسلة سيدليات كبيرة موفرة سيدلياتها في كل محافظات مصر بلا استثناء واللي مش قادر ينزل السيدلية يقدر يطلبوا أونلاين بنوصل لحد البيت والصورة اللي أنا شايفها قدامي ده الكود للسيدلة صورة دي للسيدة السيدلة الدكاترة السيدلة فقط اللي عايزين يوفروا ELP مالتي فيت داخل سيدلياتهم هيل وطبعا عندي صفحة على فيسبوك اللي هي البايو ناتشرل دي للاستفسار عن أي حاجة تخص ELP مالتي فيت هي الصفحة نزلت تمام بالزبط بالزبط يعني احنا حلنا كده كل المشكلات حتى لو لقينا حد من السادة المشاهدين ملقهوش قريب منه يقدر يخلي السيدلية تطلبه من خلال الكود بتاع طبعا خاص بالسيدلة لكود ELP مالتي فيت الكود نحاول نسهل على الناس جميعا حتى لدكاترة السيدلة لاني بتلاقي عمر كتير دي فكرة رائعة لان اولا انا ما عنديش بديل ما ينفعش ادخل فييجي الدكتور السيدالي لا انا ما عنديش ELP مالتي فيت عندي بديل انا ما عنديش بديل ELP مالتي فيت فا يدر الدكتور ما فيهوش هذا الكم من العناصر دي مش بك يعني ما فيهوش نسبة الزنك العالية دي ما فيهوش مجموعة بي كومبليكس دي كلها يا زينة ما انا جربت اسأل ما انا سأل ما هو انا مسكتش برضو لان خليبالك برضو لما بتبقي بتعرضي الحاجة او بتتكلمي عنها اذا انت شخص من الاشخاص ما بتحسيش نفسك من ضمن الناس والجمهور فانا كده هبقى مش صح صح فلازم اسأل كل الاسئلة اللي ممكن تتسئل في الحياة فانا بصراحة جربت فيه ناس امنة على فكرة فيه ناس امينة فعلا بتقول لا ده مالوش بديل يعني لو حاجة بتدوري على النسب معينة وحاجات معينة لكن فيه ناس ما فيه ما هو ده ممكن تكملي بتاخدي انجيكشن يا سيد انا مش عايز اخد ده ما عايز اخد حاجة بقى مش عايز اخد حاجة وحاجة ولا حاجة وسهل الامور يعني وطبعا كل الناس ان السعر رائع السعر العلبة بتكفي شهر والعلبة كمان بتكفي شهر تلات شرايط ارس 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 واحد في اليوم بتكفي شهر والسعر رائع يعني الجرعة لكل اعمار ارس الجرعة المصرح بيها من هيئة سلامة الغذاء هو ارس واحد في اليوم اي عمر اي ان كان اي ان كان لو هقول مين اكتر ناس مهم جدا ليهم القلبة مالتي فيت كبار السن ايوا اللي بيعملوا عمليات طبعا تكميم وتحويل مصار الستات فوق ال40 اكيد الستات بتمر بمراحل الستة الحامل الستة المردعة الشباب يعني القلبة مالتي فيت من سن التين ايجر من سن التلاتاشر سنة هيبه مهمة قوي وبالذات الطلاب اعتقد احنا خلصنا دلوقتي متحانات سنوية حبايبي ربنا ايوا محتاجين محتاجين جدا يا حبايبي لان المواد كتير ومذاكرة كتير فلازم يدعبوا صحة نفسية ياخدوا أميجا كمان لان الأميجا مهم جدا لتحسين وظائف المخ مع أميجا دول الطلاب يعني مهم جدا مهم لهم الفترة طيب خلينا بقى نحكي للرياضيين احنا برضو بما اننا اتكلمنا عن صحة المرأة وصحة الرجل رياضيين احنا عارفين انهم بياخدوا أكيد ليهم يعني مش كل أنواع الرياضة لكن فيه رياضات اللي هي خاصة بكمان الأجسام والحديد والحاجات اللي هي البادي بلدين دي ممكن ياخدوه في العادي في أيامهم العادية هو بقى حابب يدعم بحاجة أكتر محتاجة جسمه كتمرين ده موضوع تاني ولا نكتفي به حتى لولادنا اللي ممكن لسه بيبدأوا في تمرينات سباحة كرة يد كرة سلة هيبقى الرياضين هيبقى مهم ومناسب لهم جدا الالعاب القوة بياخدوا حاجة سابلمينس كمان معايا معايا سابلمينس تانية دول اللي بيلعبوا الحاجات الألعاب القوة بياخدوا حاجات تانية أكسترا لكن البي مالتي فيت مناسب لكل الرياضين أولا ملهمة مجموعة فيتامين بي هيبقى مناسب للأعصاب ومناسب للتمثيل الغذائي والنشاط والطاقة في فيتامين سي وفي فيتامين وفيزينك مناسب جدا لمناعاتهم في الكالسيوم اللي بيقدر يحسن خلايا العزام عندي الفوليك أسد هيبقى مناسب ليهم جدا فطبعا بنصح البي مالتي فيت لرياضين وبنصح الناس اللي مش رياضين ما نفضلش طول الوقت عادي يعني نحاول حتى السيدات اللي في البيت اللي ما بتشتغلش وناس بتساعدها في البيت سيدة تانية بتساعدها في البيت أو الحاجة تحاول تمشي شوية توضى بقضيتها يعني الحركة مهمة يعني بقول على طول في الحركة بركة ما ينفعش أننا طول الوقت أريح يعني يعني العربية هننزل هنا طب هنمشي الحتة دي خصف الحر بقى يلا نطلع السلم العفكة تروع السلم ده مفيد جدا عفكة أصلا يعني أنا دايما يعني أقول فين أيها كنت الحد ما أنا حامل لو الأسنسير بقى عطلان هنطلع عبرين ده صحة على الرغم أن تروع السلم في التعود عليه والله يصحى فعلا العضلات الرجلين والجسم حلوة جدا كل حاجة بس بالمعقول وأوقات بقى بلاش نبعد عن أوقات بالليل دي بالليل دي في أخطر أوقات ناس كتير بيخلوا مجبرة الرئيسية عشرة بالليل لا طبعا ما ينفعش وناس عايزة تخس تقولك أنا أصحى ما أفطرش ما ينفعش الفطر هو اللي هي عليك الحر تمام طب احنا كلمنا كده لأصحاب الأمراض المزمنة أصحاب الأمراض المزمنة بيمشوا على رشدة الدكتور وبيأخذوا معاه ألبا مالتي فيت لا يتعرض إطلاقا مع أي دواء أكيد مريض السكر بدعم جدا فيتامين بها عشان مريض السكر بيعند شوية ضعف في الأعصاب ونحن كلنا عارفين ده فبيدعم جدا ب فيتامين بها الموجود داخل ألبا مالتي فيت مريض الكوليسترول يدعم مريض القلب لا يوجد أي مشكلة خالص من أي نوع يمكن لا قدر الله لو يستشير الطبيب على أي حاجة أولا ألبا مالتي فيت الحلو أن الفيتامينات قبل الزوابان في الماء لا يوجد تخزين في الخلايا والحلو أن النسب لي عالي جدا أن أنا أخده كل يوم وحمل على الكلة دي حاجة رائعة فيه أن النسب سايبر رينج تاني يعني فيتامين سي 500 أنا ممكن أخذ لغاية ألف وعلى فكرة 500 ده برضو مش قليل يدينا على يبقى موجود في فيتامين يعني ده مهم مجد أقل حاجة أخذها عشان المناعة 500 تلاقي حاجات تانية فيتامين من فيتامين سي يوميا وده موجود في ألب مولتي فيت وعلى الشاشة شكل العلبة تصوروها بليز يا جماعة عشان مفيش بدائل في السيداليات أو نطلب عن طريق أرقام شركة بايو ناتشر العشاشة فقط ومميزات ألب مولتي فيت مكتوبة وفيتامين إي كمان قدام الناس كلها طبعا سيو إي أكيد ويدعم المناعة ويدعم القوة ويعمل كمضاد أكسادة مهم قوي قصة الأكسادة يا عظيم الأكسادة نحن نعمل حاجات كثيرة في حياتنا تعمل أكسادة ونحن لا نشعر السكرات الكثيرة التي في الأكل تأكسد الزيوت الضرة أو التحمير في الزيت كذا مرة تظهر على جزور حرة تخش تتلف للخلايا عندك التدخين الإفراط في التدخين أكيد بأكسد البشرة وبأكسد الخلايا بتاعتي فالأكسادة هتطلع لي حاجة اسمها خلايا حرة والخلايا الحرة تخش تدمر الخلايا بتاعتي وتعجز خلايا بشري بدري بدري وتعجز شعري بدري بدري يعني لازم طول الوقت نحن في حاجات بنعملها والشمس لو أنا نزلت من غير الوقت الشمس أو أخذت فيتامين سي وإي عشان أحمي نفسي من أشعة الشمس الضرة هيصل أكسادة تلوث لو في تلوث في الهواء سواء تراب عوض سيارة وات كل ده أكسادة لازم كل يوم أخذ أنتي أكسد لازم كل يوم أشتغل على هذا عشان من أهم الفيتامينات التي تشتغل ضد أكسادة فيتامين سي والأهم من فيتامين سي فيتامين ه ده قوي جدا وبطمن كل أصحاب الأمراض المزمنة ولو هتكلم على مريض ويدعموا بهم كمان اللي بياخدوا دايت خلي بالك بيتلاقي دكتور دايت كاتبه لهم آه طبعا طبعا وفيتامين ه مهم جدا للستات كدد أكسادة وبينشط الدورة الدموية وبينشط المبايد ومهم جدا لمريض الكوليسترول لأنه بيعمل على عدم أكسادة الدون الدرة وتحول إلى الكوليسترول دهائر فبيحسن شوية نسبة الكوليسترول مع الأدواء الخفطة للكوليسترول أكيد ما بسيبش أي دواء أنا باخده لأنه هو الدواء لعلاج أي مرض أكيد كل مرة لازم أقول طيب ناخد فرصة كده بسرعة قبل لما ننهي ناخد أسئلة من أصحابنا عايزين بيقولوا هاجر سليم صباح الخير كنت عاوز أسأل دكتور دينة أبو السعود على ألبا مالتيفيت ممكن يساعد في تقليل مشاكل البشرة زي الحبوب وآثارها والهالات السودة ألبا مالتيفيت بيحسن جدا للبشرة الهالات السودة ممكن تبع نتيجة كذا حاجة نتيجة أكسادة الخلايا فغمأت نتيجة نقص الحديد لازم نطمن على نسبة الحديد برضو ألبا مالتيفيت دعم جدا بيرطب البشرة وبيحمي بيحمي بسنة التجعيد مش بكل بيعلج التجعيد بس بيحمي منها بيحمي بيأخر بيأخر بعد كده يعني بنحافظ وبنأخر زهور التجعيد لأن أكيد التجعيد بيبع لها فلرز وليها هيلورونيك أسد وحاجات تانية طيب بيحمي من ظهور التجعيد النحاس قلت النحاس من درجة الأولى وقلبا مالتيفيت فيه نحاس فيتامين بي سفن البيوتين مهم جدا للترطيب النياسين الفوليك أسد كل الحاجات الكوبالمين حلو جدا لأنه بنتج بساعد على إنتاج أو هو اللي بنت الكرات الدم الحمراء فوشي هيبقى مورد نظر نظر وفي نظارة وإحنا منحب الوش يعني نحب جدا بوشنا النصحة الصباح نلاقي في نظارة مش لازم أما مثلا صحي رايحة البنات اللي في الجامعة تحطوا فول ميكب بس ساعات بتضطر عشان وشها شاحب شوي الكريمات مهمة ما بقولش الحاجات الاكسترنال ترتيب كل الحاجات دي مهمة بس لازم عالج المشكلة من جوه الأول صح ودعم بالكريمات بتاعتنا هاي طيب هقول سؤال تاني لمهاب أحمد بيقول صباح الخير على حضراتكم كنت عاوز أعرف هل نقص الفيتامين في الجسم ممكن تسبب مشاكل في النوم وخاصة للأرق طبعا نقص الفيتامين في الجسم ونقص المعادن في الجسم أكيد بتسبب مشاكل وأرق ما يعرفش ينام طبعا طبعا فمهم جدا أننا أخذ ألبي مالتي فيت ومهم أشوف مستوى يعني وكمان أدعم بالماغنيسيوم لو عندي أرق رهيب هيبقى ألبي مالتي فيت ممكن أخذ ماغنيسيوم كمان الكلفيم والماغنيسيوم بيشتغلوا مع بعض ده بيعمل انقباط وده بيعمل انبساط هاي هو عنده توليفة كويسة جدا في ألبي مالتي فيت أو ألبي مالتي فيت صح يبدأ يتحسن بالضبط لكن لو الأرق مزمن لازم أستشير دكتور ده مهم ده مهم زي ما أنا أقول لو في حاجات لو الإسهال مزمن يعني حصل مثلا دائرية مرتين ثلاثة ورجعت لطبيعتي لو مزمن وبالذات الجهاز الهضمي المعدة والأمعاء لازم يبقوا بكفائتهم فإسهال مزمن أجري على دكتور جهاز هضمي أشوف إيه المشكلة وعليك بسرعة لأن أنا أقول المناعة المناعة يعني خلايا الدم البيضة اللي هي الويت بات سيلز اللي احنا عارفنا مع البكتيريا النفعة احنا عندنا بكتيريا نفعة في جسمنا فلو حصل خلل في الجهاز الهضمي في بكتيريا النفعة وفي الأمعاء والإيه اللي ده مهم هاي يعني احنا برضو في النهاية بنقول إن دي حاجات مكملات بتساعدنا في الحياة على إعتبار نحن لا ممكن ما ناكلش أكلات صحية طول الوقت ولا بتكمل المطلوب لنا كل يوم ككمية وفي نفس الوقت احنا بنراعي ده على لونجران وإنها حاجة ما تضر لناش لا هي فيها تأثير في كالسيا من نسبة كبيرة فناخد نبطل وناخد حاجة مستمرة نستمر من غير ما نوقف زي بقية الفيتامين صح كده بعد الفيتامين اللي قابل للزوابان في الدهون بناخد ها شهرين ونوقف شهر ناخدها أو ناخدها على طول بالنسب بسيطة لكن قابل الزوابان في الماء ما ما بخافش من أي ترسيب حاببت دون أنا لوجودك معي شرفتني ونورتني ونسوحولي أشكر ضفتي اللي شرفتني ونورتني النهاردة دكتور دينا أبو سعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشر نورتني دندون وبشكر حضراتكم لحسن المتابعة وشكرا للتواصل معكم ولوليكم أي أسئلة حيكو بعتونا ودائما إن شاء الله نجاوب عليها من خلال الحلقات بتاعتنا في النهاية الوقت يخلص محلتكم بسرعة وأشكر حضراتكم وأتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم